أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيد الدعم الكامل للبنان من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة خلال لقائه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في الجزائر قال أبو الغيد إن استمرار هذا الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها ستكون له تبعات سلبية على لبنان في ظل تحديات الراهنة التي تواجهه وقد أوضح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول مجمل الوضع اللبناني بما في ذلك التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية قبيل الدخول في فترة الشغور الرئاسية